السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعة حال النوبة القلبية القلب بيقوم بتوزيع وضخ الدم على الجسم كله عشان يوصله الغذاء المطلوب لأداء وظيفة وبرضو القلب نفسه عضلة القلب محتاجة دم عشان تقوم بوظيفة الدم ده بيوصلها عن طريق شرايين اسمها الشرايين التاجية أو كوروناري أرترس لو حصل مشكلة في الكوروناري أرترس ديت وإنسدد بحيث أو دائد بحيث الدم اللي يوصل للقلب يبقى قليل هنا يحصل النوبة القلبية طب ليه بيحصل الإنسداد الإنسداد ده بيجي زي ما شايفين في الفيديو من تراكم الجزيئات الدهنية والكوليستيرول في جزء من جدران الشرايين التاجية ومع تراكمها بتكون حاجة اسمها بليك وهذه البليك بعد كده تتكسر وتنفصل عن الجدار وتسد المجرى الدم ويقل الدم الواصل إلى القلب وتحصل المشكلة بتحصل النوبة القلبية لما يكون الدم الواصل للقلب قليل وده بيحصل عادة لما بيحصل الإنسداد في الشرايين التاجية المغزية للقلب بالدم والإنسداد ده بيكون نتيجة تراكم الدهنيات الكوليستيرول وأمور أخرى في الأوعية الدموية مما ينتج عنه حاجة اسمها بليك وهذه البليك لما بتتكسر وتنزل داخل الوعاء الدموي بتسده جزئيا أو كليا فينتج عن ذلك قصور في تزويد القلب بما يحتاج إليه من الدم وبالتالي بتحدث النوبة القلبية والنوبة القلبية ممكن تكون خطيرة جدا وممكن تكون قاتلة ولذلك من المهم جدا الاتصال بالطوارئ لما بنشك في حاجة زي كده أعراض النوبة القلبية في علامات مبكرة بنخاف منها أو بناخد بالنا منها وهي ألم وأوجاع في الصد الشعور بالغتايان والرغبة بالقير ألم في الرقبة والظهر ألم في الكتف والزراع الأيسر ثم ضيق في التنفس ترجمة نانسي قنقر